موجودة لما يتعلق ب سومغاز وما اشيع عن سومغاز لا يقول لكم احنا مرة اخرى دولة قانون شي كامل فات عاده عهدة القضاء والذين وردت اسماؤهم مؤخرا كاملين اليوم في عهدة القضاء بعهدة وكيل الجمهورية وعند شطة الجرائم الاقتصادية التحقيق يلين يعود ذاك يتعلقوا لا بالقضاء يغير نختار نقول لكم مرة اخرى رواية نجددها عليكم علن فيه ذابتين اثنين يلا يعلقوا في ذلك واحدة اللي ينقال له الصرامة المغلوة فيما يتعلق بمحرابة الفساد والثانية الثابت الثاني شنه هو الحرص وكل الحرص على العدل وعلى ان لا يظلموا احد ومليوا لا يؤخذوا احد بشايعتهم ولا بتهويه هذا السقط عليه الذي قد تسمعه كامل والذي قد شيعه كامل من شبهة فساد وهنا وهناك هذا لا يحكمه ذابتين اثنين الصرامة المغلوة ضد كل الفساد والحرص وعلى كل الحرص على العدل في ان لا يظلم احد ولا يؤخذ بشبهة اذا هذا قد يجاوبكم على هذا هؤلاء الثابتين هما اللي يحكمه كل شائعة او شبهة او قرينة تتعلق بالفساد ما يتعلق ونختار نقول لكم بسطنسو مقاس انه عنده مشاكل بنيوية للأسف الشديد هاي المشاكل البنيوية جاية من تراكمات سوء تسيير في المراحل السابقة هي على انها الخزانات اللي عندها اياك تخزن اياك تخزن مادة الغاز على انهم بحاجة الى التأهيل والله بحاجة انقع الى التجديد الى التجديد واليوم الشركة الوطنية للغاز متباركة معا تجدد واحد من الخزانات الاسفار لما انه شريفا خصوصيا اخر ايضا عاملا في مجال توريد الغاز متباركة مولي معي عدل ومولي خزان اخر كل هذا يزيد من الفترة الزمنية لنعود المشتقلين عندنا التأمين من مادة الغاز مادة الاساسية مستقلة يا غير هذا نحن نتعامل مع تراكمات اللي في سوء سوء التقدير كانت وسوء التسيير يا غير متباركين وعاملين على انصحوها والوزارة المكلفة بالطاقة هذا كامل مع دلال ومقاربة وواضح لها ومتبارك معها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة